شركة ألمانية تحجز على رصيد السفارة العراقية ووفد عراقي إلى بون للتفاوم هذا هو مفتاح الحلقة الثانية من شهادة الأستاذ باسم كمال مهدي المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين شكراً لك أستاذ باسم أهلاً بك دكتور نحن بالحلقة الأولى بنهايتها تحدثت عن وفد راح إلى ألمانيا لرفع الحجز عن مبلغ 40 مليون دولار نعم الآن كميلي شنو صار إن شاء الله طبعاً صار توجيه من وزارة الخارجية العراقية وكان في وقت حتى لا ينسى المشاهد شركة ألمانية نعم هي مو شركة ألمانية الحقيقة بانك البانك هو بانك دريزنر بانك وضع اليد أو حجز وضع اليد على رصيد السفارة ورصيد السفارة يعتبر من الحسابات المقيمة لأنه يعتبر حساباً ألمانياً وليس حساباً عراقياً سنة الواحد تصعي له وقت هذا لا هذا سنة الفين وواحد الفين وواحد بعد داع السبتمبر نعم اللي حصل الموضوع صار توجيه من وزارة الخارجية أنه يكون تشكيل من البنك المركزي ومصرف الرافدين ووزارة الخارجية وسبب وجود مصرف الرافدين في الوفد بسبب أنه دريزنر بانك أخذ رصيد السفارة مقابل الدين المتحقق على مصرف الرافدين من الاعتمادات الحكومية المفتوحة من خلاله طبعاً لا يجوز أن يعمل هذا الحجز في ضوء أن هذا القرار هو قرار نفس البديلة يعني هو أخذ أموال السفارة العراقية مقابل التزامات الرافدين واعتبرها التزامات حكومية موحدة وهذا ما يجوز ولذلك إحنا الحقيقة كنا ما كنا نتوقع أنه يكون تعاون من جانب الألماني في ضوء يمكن أنهم في تقديرهم للأشخاص اللي جايين وطبيعة التعامل وممكن أنه تنفرج الأمور بشكل أو بآخر وعلماً دريزنر بانك هو أحد مراسلين القديمين جداً يعني منذ الستينات أو السبعينات كان مصرف الرافدين يتعامل مع دريزنر بانك ومن أهم المصارف في ألمانيا بالإضافة إلى دوتشا بانك وكميرز بانك إذن ثلاث مصارف رئيسية في ألمانيا فسافرنا أنا ودكتور منعم وأحد الإخوان في وزارة الخارجية طلعنا قبل هذا قدمنا على الفيزا ما كنا نتوقع لأنه ما كانت أكوا سفارة ألمانية بقدر ما كانت مكتب وحولونا إلى سفارتهم في عمان واتفاجئنا أنه تعاونوا فوراً وعطونا الفيزا وبعض الزملاء الأردنيين من ضمنهم أذكر الأستاذ زياد فريس كان مدير عام المؤسسة العربية المصرفية كان خارج الوظيفة العامة ففي وقته هو زميننا وكان زمين الدكتور منعم رشيد فسألنا سؤال قال أنت وين رايحين قلنا لا رايحين إلى ألمانيا دا نفك الحجز عن رصيد السفارة قال هاي الدنيا العالم مغلوبة والأبراج مضروبة بالأمريكية والعراق متهم وأنتم موظفين حكومين تروحون توصلون إلى ألمانيا أخذوكم من المطار الدكتور منعم تردد نوعا ما قال خل نجري مكالمة مع بغداد مع وزير خارجي ونسأل رأيه في ضوء الأحداث وماذا يظهر على المواقع في وقته في الانترنت أنه العراق مستهدف لأنه قدر تعلق الأمر بهذه التفجيرات أن العراق أيضا عليه مؤشر سلبي فالحقيقة الدكتور منعم اتصل بوزير خارجية كان ناجي صبر الحديثي أستاذ فاتصل به قال له هذا موضوعنا هالشكل وأكو محاذير من سفرنا فالجواب كان قال له هذه مهمة وطنية روح يأخذوكم خل يأخذوكم هذا المعنى فقال لي باسم احنا نروح ما عدنا غير مفر يعني هاي عدنا فيزا وقطعنا التذاكر ونسافر وعلى الله والله وصلنا إلى فرانكفورت والأمور كانت نوعا ما شوية صعبة تأخرنا في المطار فترة وبعض التحقيقات والهذا وبعدين طلعنا سافرنا يعني مع طلعنا مع الوفد مع الوفد السفارة اللي كان مستقبلنا وذهبنا إلى بون وبعدين أجرينا اللقاءات مع دريزنر بانك الحقيقة هم كان رأيهم في ذلك الوقت أنه هناك دائنين كثيرين على ديون متعلقة باعتمادات صادرة عن الرافدين من قبل العراق وهذول الدائنين أي مبلغ يظهر في الحسابات ما عليه مؤشر بموجب الدعاوة اللي قايمها يحجزون عليه فإحنا قال ما عدنا مانع في أنه ننطي نرجع لكم المبلغ بس إذا رجعناه الآلية كيف الرجعة الرجعة ويأخذوه غير ناس بينما إحنا أولى كدريزنر بانك إحنا مفتوح علينا اعتمادات من الرافدين ناخذها إحنا قلناهم إحنا في ظل الظروف الحالية وإحنا مقبلين يمكن عن انفراج وقد الحصار يرفوع وترجع الأوضاع كما هي والعلاقة التاريخية ما بيننا وبينكم أكيد لها دور واثنين لا تدخلونا في محاكم قد تخسرون الدعوة صحيح ممكن لكن من تخسرون الدعوة الرصيد رح يرجع إلى السفارة ويمكن يأخذ شخص آخر بس إحنا أولى بي السفارة تروح تأخذها وترجع تفتح سفارتها في برلين والأمور ترجع طبيعية وهو حساب مقيم يعني مو حساب أجنبي حتى تقدر أن تجمده ويعتبر حسابا ألماني ظلينا تقريبا حدود عشر تيام إحنا في تفاوض مستمر وياهم لكن كانوا رايدين آلية معينة هنا طبعا يبقى الفكر المصرفي والمهني أنه أنت من خلال الخبرة المتراكمة عندك واللي مر بيك من عمليات مصرفة تجد المنفذ المناشر نعم لازم تجد وإحنا نركز على نقطة مهمة دائما يعني هي كيف تتحقق الكفاءة في الأداء تتحقق من أرشيف من المعلومات متراكم لسنين زائدا تجارب مرت كثيرة بيك وبالتالي تجد لها الحلول لما تصادفك أزمة أخرى أو أزمة مشابهة لها على العكس من يجي شخص فتي وشخص بعده جديد على المؤسسة وما عنده معلومات سابقة ولا عنده متراكم من الخبرة اللي يقدر يحل أزمات ولذلك نشوف أكو مطبات تحصل بالعمليات المصرفية وبالسياسة المصرفية وعلى كل المستويات أنا أتحدث عن كل المؤسسات المالية والمصرفية ولذلك نشوف هاي المطبات المتعاكمة الظل بعض الأحيان بقصد أو بدون قصد والحمد لله احنا رغم يعني الشيء بالشيء يذكر احنا الحقيقة سافرنا وكل واحد يمكن التحويل مالا لم يتجاوز الألفين دولار كان شوية الدكتور منعم لأن نائب محافظ شوية أعلى من عدنا بالله والحمد لله أدينا المهمة واتجاوزنا الأسبوع وبقينا على حسابنا كفتكم الألفين؟ لا ما كفت طبعا أكيد أنه ممعقل والفندق ما تكفيه لألفين دولار وكانت على يعني كل شيء وما نقدر نطلع شيء من العراق لأنه ما ممكن تطلع أكثر من الألفين بموجب قرارات البنك المركزي الخاصة بالتحويل الخارجي يعني موظفي طلع على قد الفلوس اللي يمحولي لأيام بعد نجحة المهمة لا؟ الحمد لله نجحة المهمة ووضعنا آلية معينة كيف نقدر نخرج هذا المبلغ بدون ما يحصل عليه كابتشر يعني بدون ما يحصل عليه حجز من جهة أخرى ورجع المبلغ إلى السفارة العراقية بأسلوب معين تعاوننا مع بنك آخر وسوينا خطاب ضمان مقابلة وتنصلنا من التزامنا في خطاب الضمان وصادر هذا المبلغ من حساب دريزنر بنك وهذا البنك ما كان عنده أصلا يعني يديونه إيانه ولذلك رجع المبلغ إلى حساب السفارة والسفارة راح تشترت بنايتها في برلين وانتقلوا والحمد لله وهم حاليا في برلين أنا أعتقد وبناية برلين تابعا السفارة العراقية عمارة مهجورة الآن أنا شفتها ببرلين قبل سنتين نعم عدت بها القطط والكلاب وتركيها يعني المال عراقي نعم أنا في وقت حقا قد كانت زياراتنا رحنا إلى ألمانيا رحنا إلى بون كانوا سفارتهم في بون لأنه يعني سفارة جميلة في منتزها أو شيء محاطة بالأشجار وجميلة كانت وبس لكنه ضمن السياسات الدبلوماسية في ألمانيا كان يتطلب أن ينتقلون إلى برلين وأنجزنا المهمة الحمد لله والشكر وكرمونا كل واحد 250 دولار الحكومة العراقية على ذكر الدولار نعم ليش العراق كان ما يسمح فتح حساب الدولار بالعراق هو مو ما يسمح بفتح حساب الدولار أولا قبل 2003 نعم هو مو ما يسمح هو أولا كان تداول العملة المحلية هو أساس في المعاملات لكنه أنت كتاجر هو من يحتاج الدولار أنت مواطن بداخل البلد ما تحتاج دولار تحتاج العملة المحلية وعملتك ما شاء الله القوة الشرائية لها عالية اثنيا أنت كتاجر أو صناعي تحتاج إلى عملية استيرادية صح فأنت من تجي للبنك تطلب من عنده أن يسوي لك اعتماد بالدولار بما يقابل رصيدة بالدينار العراقي فما عندك مشكلة فعندك دينار عراقي قوة الدينار هو نعم قابل للتحويل ولذلك المصرف يفتح اعتماد بالدولار من حسابات الخارجية مقابل الدينار العراقي عندك معلومات عن أرصلة رجال نظام السابق قبل بالبنوك العراقي الحكومية بالبنوك الحكومية هذه تداولها الكثيرين الحقيقة احنا بالنسبة أنه يعني أنا هواية يعني صار استفسار وحتى يعني من مجلس الوزراء ومن دولة رئيس الوزراء بوقتها سأل أستاذ نوري المالكي طلب بعض الاستفسارات ومن الدوائر المختصة اللي حصل كلاتي احنا جردنا كل الحسابات العدنة طبعا احنا ما نقدر نعرف هذا هو يعني اكو شخوص معينين اللي هم الخمسة وخمسين او عوائلهم او العناوين المهمة في الدولة العراقية بين هذول حساباتهم يعني واضح اسمائهم بس اذا اكو اسماء اخرى احنا ما نعرفها لازم يجي تحري من الدوائر المختصة انه هذا مؤشر عليه انه هو من النظام السابق ما لقيته جي احنا انا في وقتي ما لقيت شي لاناني رجعت الحقيقة بالألفين وثلاث عشر الى نهاية الالفين وثلاث عشر طلعت من طلعت ع التقاعد بس كل الاستفسارات اللي كانت تأتي كانت تأتي بسبب الآتي وهو تشكل لجنة هي استرداد الاموال العراقية بوقتها كنا انا ودكتور عبد الباصط ورئيس جاز المخابرات وفاضل النبي عثمان كان اكيل الوزارة كان هذا النواة للتشكيل الموضوع الاسترداد الاموال العراقية فانثارت بعض الامور تتعلق بالاسماء فكانوا ينطونا اسماء وينطونا اسماء عوائلهم وندقق ما نلقي شي صارت مسموعات لدى الناس انه اللي يجي يبلغ عن اي اموال تتعلق بشخص النظام السابق ياخذ نسبة عشرة بالمية من الاموال قسم من الاشخاص اللي كانوا مع النظام السابق او من الحماية او من الاجهزة الامنية المقربين يعني الظاهر في وقتها ان انطوهم توجيه انوا روحوا افتحوا حسابات افتحوا حسابات احنا راح نخليكم بها فلوس وغادروا يغادروا العراق فهم راحوا فتحوا حساب بس ما يعلمون انه احد خلالهم فلوس او لا هي هاي النقطة فلما صار القرار انه اللي يبلغ عن الاموال فبدوا هم يبلغون عن نفسهم انه انا عندي حساب فحتى يحصل العشرة بالمية وإلا نجد انه حسابه من يوم مفتوحه وصفر صفر ما حدا خال بيشي وبعض المبالغ البسيطة لم تصادفنا مبالغ كبيرة انا الحقيقة في ظل فترتي الاسماء اللي قدمت لم نجد لها عائلة الرئيس عداي قصيمة ما كان عندهم حساب عندنا ما كان عندهم لا ابدا ما كان عندهم حساب عندنا جيد الاموال البرى مثلا مثلا اليخت مار صدام اللي بفرنسا مثلا هذا من استعيد وين ترحلون ما يزال ملك الدولة العراقية لم يبع وكو اكو اكو شو اسمه هذا تابع يعني يعني العقارات الدولة تابع العقارات الدولة من ضمن القصر هذا اللي راده يسوه متحفه ويسوه فندق متأكد هو موجود اليخت موجود انا يعني ما اسمع الاخبار انا هذا مختصاصي يعني مختصاصي اي مختصاصي ضمن حركة المال العراقي اي بس ما يوجع مو من خلال قنواتنا هذا مسؤول عننا السفارة العراقية ووزارة الخارجية بالتنسيق مع عقارات الدولة جاكم توجيهات باعتبارك انت مدير الدائرة الدولية بالرافدين جتكم توجيهات عن تحري امال المعارضة برا لا احنا في وقتها لا لا احنا لا ابدا هذا ممكن يحصل بالطريقة التالية المشكلة انه كثيرين من الناس ما يمكن او ما يعرف اكو مسألة اسمها السرية المصرفية السرية المصرفية هي معمول بها بكل دول العالم ولا يمكن الافشاء عن اي حساب الا بقرار قضائي وبعض الدول عندها سرية مصرفية حتى القرار القضائي ما تقدر تكشف الحساب ما للشخص اللي انت تتحرى عنه زين يعني على سبيل المثال دول كثيرة مثل سويسرا مثل بانما مثل لبنان كثير من الدول النقطة وين انه انت اليوم ممكن تتعاون مع بنوك مركزية في تلك البلدان ان تتحرى عن بعض الامور قد يتعاونون او قد لا ونادرا ما يتعاون احد وياك في ان يبلغك عن حساب الا اذا كان قرار قضائي ما ممكن بالحصار بعد الفين الف وتسعمية وتسعين بدأ تضخم بالعراق يزيد تدريجيا تدريجيا وشركة ديلورو تحدث عنها وقفت طبع العمل مباشرة بعد القرار مالثين ثمانية تسعين لانه هو قرار ستمية وماحس ستين يشمل به افق كثيرة اساسا كانت يعني حسب معلوماتنا ومن خلال البنق المركزي انه كانت هناك طبعة كتلة موجودة يعني طبعة موجودة لتجهيزها العراق ما تعرف ما اعرفش قد الرقم الحقيقة هي الطبعة لا تمثل شيء الا في حال التداول يعني هي الطبعة من تكون في خزين البنق المركزي كأنها ورقة ما لها قيمة الا من تدخل للتداول يالا تصبح الها قيمة لما يكون الرديف الهديان العراقي يعني هاي هم ملاحظة لازم يخليها واحد بنظر الاعتبار فهذه الكتلة المطبوعة لدى ديلارو ما سلموها للجانب العراقي بموجود قرارات الأمم المتحدة فالعراق طبعا رح يظل يعتمد علي من على المتداول لديه من العملة اللي هي بين بين عياد الناس زين وبالتالي التضخم اللي حصل التضخم اللي حصل شنو انه الدينار العراقي ماكو بديل عنك ورقة نقدية والدولار بدأ ينضب ما عدنا دولار واحتياطي ما ظل عدنا ما عدنا لانه حصار بالتالي الدولة لازم تلجأ الى وسيلة وهو ان تتوفر عملة نقدية ان تتداولها الناس مقابل الرواتب او ما شابه فاضطروا الى ايسسون شركة وتابعة الها مطبعة وهي تابعة للبنق المركزي وبدأوا يطبعون طباعة محلية قبل الطباعة الكلاء اشمال العملة الموجودة بشركة دولارو محتفظين بيها هذه بموجودة اي نعم تبقى بموجودة اي نعم هذه بيها وثائق وبيها بيها كفالات ما ممكن التصرف بها يعني هذه السياقات لا ما من حق العراق اشترجحها العراق اذا يريد يسقط عملة معينة ممكن هذا بالتنسيق مع البنق المركزي يعني هو البنق المركزي هو الجهة المخولة الوحيدة يأما يتلفها عدم او يسحبها عنده يخليها كيف كانت يعني قيمة الكتلة النقدية اللي تطبعها ما هو دائما هي دائما المعدل انت تلاحظه يعني هي هذه ضمن مفاهيم السياسة النقدية وهذه ضمن اختصاص البنق المركزي هو يعرف اش قد طابع نقد من الدينار العراقي على ان يتناسب بشكل شنو بشكل متوازن يأما اقل او متساوي مع سلة العملات الخارجية على ان لا يزيد عنها لان اذا زاد عنها معناته فقط قيمته كدينار عراقي وقوة سلة العملات مقابلة هاي ولذلك دائما احنا نسعى في انه نزيد الاحتياطيات في سلة العملات الخارجية الخاصة بالبنق المركزي وانقلل من الطباعة العملة المحلية حتى تبقى العملة المحلية بقوتها ولذلك انت تلاحظ حتى بدول العالم بدوا يختصرون الورقة النقدية استخدام الورقة النقدية راحوا الى الاجراءات التقنية والالكترونية من خلال البطاقات ومن خلال الدفع الالكتروني من خلال الموبايل من خلال الابليكيشن اللي نتنزل البنوك والان تجري عليه عامليات الحوالات والتزديد وما شابه دون اللجوء الى النقد لان النقد يسوي لك مشكلة النقد اولا يجمد جزء من الكتل النقدية خارج المؤسسات المصرفية يعني بالعكس انت لما يعني هسا انت لما تجي الى بنك من البنوك نقول عنده الموجود من الحسابات الدائنة نقول مليار دينار عراقي كمثل عنده مليار دينار عراقي بس هو هل فعلا عنده مليار دينار عراقي كاش لا هو ما عنده مليار دينار عراقي هو عنده في حسابه مثلا مع البنك المركزي جزء منه بالصندوق مع حساب مصرف آخر كلها متجمعة بس هي عبارة عن قيود ولذلك انت تتجنب التعامل مع الكتلة النقدية الورقية حتى ما ما تضطر الى تجميدها خارج العمليات التجاهية ماذا يعني طبع العملة في العمل المصرفي وفي الادارة المالية هذه طبعا إلها معادلات وإلها ضوابط يعني أنا ما اليوم لا طبع العملة المحلية طبع العملة المحلية موذر طبعا لأنه هذا بقرار اللي اتخذتها الدولة بطبع العملة اتخذتها الدولة كمعالجة في مرحلة ما وهم عارفين لما رح يطبعون رح يصير تضخم ولذلك انت لو تلاحظ حضرتك من سنة التسعين الى قبل النزول بالدولار بالخمسة وتسعين نهاية بداية التسعين نعم بداية التسعين كان واصلت للتلاف صح تمام وفجأة النزول صار خمسمية مو صحيح فهذا الفارق السعري الفارق السعري هو شنو صار صار عن عن إعلام عن شيء إعلامي هو ما صار شيء بديل يعني ما جدت عملة أصلية ولا جح تياطي اتعزز لدى البنك المركزي حتى الناس رأسانه ارتبكت وخافت هي خافت لأنه العراق وافقة وافقة الأمم المتحدة على موضوع مذكرة التفاهم ويبدون هم يجهزون بضايا فحسوا أنه بهالحالة ما رح يكون استخدام الدولار لأنه كانت الدولة معتمدة على منو على القطاع الخاص يستورد وهي تلم دولار وتستورد به وتوزع حصة تموينية بموجبة فصارت هاي الهزة لكن رجع سرعان ما رجع مرة ثانية صار بتلت تلاف وسبب أنه ظل وراها مرجعت لتلاف لا مرجع عبر 2500 2400 يعني تقريبا بهذه الحدود وبال95 وصل الذروة الذروة بعدين ظل يراوح بين 2000 2400 2500 يعني 2001 2002 2400 دينار إرادات الدولة قبل مذكرة التفاهم وبعد مذكرة التفاهم مش قد بالدولار الإرادة النفطي نقدي يعني من مذكرة التفاهم هو مذكرة التفاهم كانت سلعة تطيق تطيق دواء وغذاء بما يعادل يعني الدولار البرميل النفط كان ما يتجاوز العشرين دونه يعني طبعا المبلغ اللي كان يتحقق من الإرادة النفطي كان موزع إلى ثلاث ثلاث مفاصل قسم منه الغذاء والدواء وقسم منه لتجهيز بعض المعدات اللي هي خارج جدول الحضر يعني أكو بعض المواد كانت مقررتها الأمم المتحدة أنه ما يجوز تستوردها وجزء لتزديد الديون كان من خلال صندوق تعويضات الأمم المتحدة فكان يتوزع بهذا الشكل يعني كان ما يصف أن العراق يتصرف مو أكثر من 11 إلى 12 مليار بالسنة بالسنة نعم وكانت 11 مليار بالسنة كل السنة نعم أنا الحقيقة لأنه كنت مطلع لأنه أنا كنت عضو مذكرة التفاهم بسنة 1999 صار ترشيحي لهذا الموقع كمستشار للشئون المالية وأمثل وزارة المالية في مذكرة التفاهم كيف كنت تغطي مذكرة التفاهم المذكرة التفاهم تغطى أوتوماتيكيا لأنه الإرادة النفطي كان يروح مباشرة تحت مظلة الأمم المتحدة يعني المبلغ كله يروح تحت مظلة الأمم المتحدة الأمم المتحدة تحول المبلغ كان صار الحوار مع العراق في أنه أنه لازم أن تتقيدون هذه المبالغ في أحد البنوك الأمريكية العراق من باب على الأساس يعني أنه كانوا شاطرين قالوا لا إحنا نريد بنك أوروبي ما نريد بنك أمريكي قالوا أوكي ننطيكم بنك نشنال دي باريس بس فرعة في نيويورك ويعتبرتها كأنه نفس الشي طبعا تحت سلطة البنك المركزي الأمريكي ويعتبر بنك أمريكي والكتلة النقدية اللي راح تتجمع البنك نشنال دي باريس هي نفسها الكتلة النقدية لو راحت إلى بنك أوروبي نيويورك أو أي بنك آخر أو جيبي مورغن أو غيرها نفس الشي فهذه المبالغ تروح تتقيد هناك يبدأ العراق شي سوي يجمع طلبات وزارات الدولة العراقية يجمع الطلبات الخاصة بالعملية الاستيرادية طبعا الأولويات هي وزارة التجارة قدر تعلق الأمر بالمواد الغذائية ووزارة الصحة بالأدوية وتبقى الطلبات الخاصة بالعجلات وبعض المكائن وبعض المكائن الصناعية الحصة الثموينة مرة مرحلتين مرحلة ما قبل مذكرة التفاعل ومرحلة ما بعد مذكرة أنا خليش رحل حضرتك كيف الترتيب حتى يصير على هذا الأساس تنفتح اعتمادات وين بناء على طلب من شركات مجهزة وهذه الاعتمادات تروح إلى البي ام بي البي ام بي اكو مركز تقصي حقائق هناك يبدأ يدققون هاي الاعتمادات يدققون هاي البضاعة وهاي البضاعة هي ضمن اللائحة المتفق عليها وفق قرارات المتحدة يبدأ تبدي عمليات التجهيز وتمشي الأمور بهذه الطريقة نقطة مهمة نرجع بس نروح على موضوع العملة احنا حجينا على موضوع الطباعة الشيء بالشيء اذكر صحيح هو كان يمكن راتب الموظف متواضع جدا بسيط لكنه لم تتوقف الرواتب يوما ليش هاي شنو السبب انه مطبوعكو اكو طبع يعني كانت الدولة يتمر او البلد كله يمر بأزمة فانت لازم تسوي اجراءات حتى وان كانت وقتية بس حتى تعبر الى بر الامان وتقدر بعدين تدخل بمشروع تنمية وتطور نفسك بشكل او باخر وتقدر بعدين تجمع هاي الكتلة النقدية وتتلفها وتغيرها بكتلة نقدية افضل في ظل انه توفر احتياطيات احسن لكنه النقطة الاساس انه احنا نسأل شون كان المواطن العراقي عايش يعني معقوله هذا الراتب كان يكفي كان اكو رديف الى الراتب وهو الحصة التموينية والحصة التموينية كانت تصل الى تقريبا من خمسة عشرين الى ثلاثين مفردة هذان المفردات لو تجمعها انت للعائلة البسيطة اللي هي من ثلاثة اشخاص يعني من زوجه زوجته مع طفل كانت تتجاوز ثلاثمائة وسبعين دولار دولار نعم فهذه لما تكسرها انت على دينار العراقي تجد انت كل عائلة عراقية تستلم مليون دينار غير الراتب غير الراتب ولذلك وقسم منهم غير موظفين فكان يجيهم حصة تموينية وكان اكبر دليل كثير من المواطنين العراقين كان يستبدل بعض المواد ما يحتاجها يروح يبيعها بالسوق ويستبدلها بمواد هو يحتاجها وما كانت تتأخر الحصة ما كانت تتأخر الشعب العراقي يعرف هذا الموضوع طيب قبل مذكرة التفاهم كيف كانت كنت تدبرون امور الحصة انا بهذه الفترة الحقيقة من سنة ثلاثة وتسعين انا لسنة السبعة وتسعين كنت مدير الرافدين فرع اليمن في صنعاء اه بصنعاء بصنعاء فهذه الفترة الحقيقة كان العراق يعني او وزارة المالية كانت تلجأ الى بعض الدعم من قبل الفروع الخارجية للرافدين لانه انا اذكر كان ويمكن المذكرة ببعض الاحيان يمكن يمكن بحدود 150 مليون اتكلفهم او بين التسعين الى 150 مليون دولار بالشهر 150 مليون بس انا نعم تكلف الحصة التموينية لتوزيحها على الشعب العراقي شهريا اي نعم ما لقيم قياسا باللي طبعا اي يعني تدري انت كان دقة بالاختيار خليسمعون العراقيين احنا مو نمجدون لما احنا انا تجربة دا احجي مقاربات 150 مليون دولار نعم اجيب لك الحصة التموينية ب20 مفردة الان مادري كم مليار معرفة كانت اقل المفردات لما صارت المذكرة بموجب قرار الامم المتحدة المفردات زادت بس حتى قبل المذكرة اي اقل من 7 مفردات ثمانية اثنيا مو بس هذه النقطة الاساس اساسا كان اكو عند الدولة العراقية من بعد التسعين كان عندهم خزين دولاري كان عندهم امكانيات بس هذه بعدين نضبط يعني لغاية 93-94 انتهى الموضوع فظلوا هم محرجين ولذلك هم ليش وافقوا على مذكرة التفاهم يعني الشيء بشيء يذكر واحد كتحليل ما بين ال94-96 كانت هي الازمة الحقيقية عام الرمادة هذا 94-95 اه بالضبط ولذلك هم راحوا بموافقات على مذكرة التفاهم وفق الشروط والاصول اللي وضعتها الامم المتحدة نكمل قصة البطاقة وتجربتك باليمن بالجزء الثاني من الحلقة شاهد كرام انتظرونا في الجزء الثاني من الحلقة الثانية من شهادة الاستاذ باسم كمال المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين أحييكم ثانية وأحيي ضيف الأستاذ باسم كمال مهدي المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين مرحبا بك أستاذ باسم أهلا نديك يعني 150 مليون هاي بقت قيمة البطاقة حتى بعد مذكرة التفاهم لا طبعا اختلفت لأنه المواد زادت وطبيعة المواد أيضا اختلفت أكو صار بيها جودة أكثر ولذلك كانت مكلفة طبعا هذه الأرقام عني الحقيقة أنطيك أشياء تقريبية مو دقيقة بخلط لأنه يمكن الذاكرة ما تسعفني بقدر ما أنه يعني مبلغ تقريب يزيد 10 ملايين 20 مليون قياسا بما يصرفه الآن المفارقة ونقطة جدا مهمة يمكن تسأل أنت حضرتك شنو السبب أنه تم اختياري عضو مذكرة التفاهم على أعتبار مدير دارة دولية مو هذا السبب الأساسي السبب الأساسي في سنة تسعة وتسعين صار رأي عند الحكومة العراقية وبالذات عند رئيس الجمهورية أنه يعني ما معقوله يبقون أن يبقى العراق ويبقى الشعب العراقي بس الغذاء والدواء وبعض المعدات نحتاج إلى مبالغ إضافية نمشي عجلة المصانع نأهل بعض الصناعات بالقطاع الخاص وبالقطاع العام وتدري حضرتك أكو أكثر من 120 شركة موجودة في وزارة الصناعة هي عبارة عن مصانع كانت وهذه أغلبها بدت تتراجع وبدت تتوقف لأنه ماكو مواد أولية ولا أكو إمكانات والكهرباء أيضا كان كثير من متطلبات الكهرباء كانت ترفضها الأمم المتحدة تغطيها بالمذكرة ولذلك يلجأون إلى الإرادات المتحققة بشكل مباشر يروحوني على الجنبية صار رأي والدكتور محمد مهدي صالح الرجل أكيد موجود ويشوف برنامجنا جلسة فهد يوم في ساعة 12 بالليل فتم استدعائي ومدير الموازنة في وزارة التجارة ومدير عام شركة النقل المائي فالوزير وجه قال أوجدونا أهلية في أن نطلع 10% نسميها خدمات ما بعد البيت كومشل الدولة كومشل الدولة من خلال العقود لأنه هو أساسا كان العراق ما يقدر يصدر أكثر من مليونين وبعض الحال أقل تدري آثار الحرب العراقية الإيرانية بعض الآبار تأثرت ومناطق البصرة ما كان بها يعني حرية الحركة بالنسبة للشركات فهذه العشرة بالمئة كانوا يريدون يبوبوها بطريقة نحن ما متفقين عليها بس شنو يتحتاج لها آلية أولا هي لازم أنت تسويها بإطار خارج مراقبة الأمم المتحدة لأنه ممنوعا ما بيجوز واثنين كيف تقنع الجانب الآخر من يتعاقد وياك أن يمطيك عشرة بالمئة لازم أنها آلية والآلية لازم تكون آلية مصرفية دقيقة زيان ولذلك ما يظهر بها اسم العراق أو ما شابه فلجأنا إلى وسائل أنه نزيد نسبة من الرسوم في شركة النقل المائي في البصرة عن السفن اللي تنقل المعدات وتنقل المواد الغذائية بس تدفع هاي المبالغ يأما تدفعها كاش في النقل المائي أو تدفعها مثلا بإحدى فروعنا الرافدين بالخارج أو تسوي كفالة هاي الكفالة بعد ما يتحقق المبلغ الاعتماد لصالحها وينفتح عليها تنطي المهم تجي كيف تنطي هاي المبلغ هذا المبلغ كان يجي عن طريق مصرف الرافدين من خلال فروع الخارجية ويروح إلى حساب الخزينة خزينة وزارة المالية كان يتراكم هذا المبلغ تحسبه عشرة بالمئة بعد التسعة وتسعين يعني هم من تبهوا لهذا الموضوع انتبهوا له مؤخرا بعد ما نضبط الموارد بشكل كبير جدا بالتسعة وتسعين من انتبهوا على هذا الموضوع نجحوا بي وانا الحقيقة كنت المعدل الآلية انه كيف تتناقل الاموال في الحسابات بدون هايش قد جابت لك مفلوس شهريا جابت تقريبا بحدود مليار إلى مليار وشوية شهريا سنويا سنويا ايه نعم سنويا عشرة بالمئة هي من قيمة الاثناش مليار وثلاثناش مليار وثلاثناش مليار وثلاثنان يعني مو اكثر من خمسمائة إلى ستمائة مليون صار جزء من هذا المبلغ تستخدمه طبعا هذا كله باذونات صادرة من وزارة المالية من دائرة المحاسبة يعني المبلغ يدخل في حسابه ويصدر اوامرها للمستفيدين من عنده صار مشروع في وقته قاله ولم اذا عدكم فائض من المبلغ هذا اللي يبقى خلونا نلجأ لل للصناعيين العراقيين وخاص الصناعيين الكبار اللي عندهم مصانع قد تخدم البنية التحتية وتخدم الانشاءات في العراق وتخدم يعني حتى نقدر نستعيض عنها وكانت هناك فكرة انه ارتأت الحكومة قالت انه موجود في دول العالم كثير من المصانع اللي هي ستيل اللي هي ماضي عليها سنتين وثلاثة وهذه تباع باسعار بسيطة فأيضا اشكلت لجنة في ذلك التاريخ برئاسة الدكتور حسن خطاب كان وزير التخطيط وسووا صندوق مثل شبيه بصندوق التنمية العراقي كان سابقه الصندوق العراقي للتنمية سموه كان دكتور حميد ايضا مدير العام واني مدير الدولية والستاذ عبداللحة بطرس كان نائب محافظة البنق المركزي والتقينا بالصناعيين في وقتها نشوف شنو متطلباتهم وكان كثير من الشركات الشركات الخاصة مثلا بمعامل معامل الطابوق ومعامل البلوك ومصانع الرخام ومصانع اللدائن يعني هاي الخاصة بصناعة القوالب اللي خاصة بكل متطلب تحتاجه وكثير من الشركات هاي الأفراب المية وحست بها الأمم المتحدة؟ أبدا هو كان أكو نوع من التحري بس يجدون استخداماتها كانت طبيعية لأنه المبلغ لو كان يروح بأساليب غير صحيحة أو بأسماء أشخاص أو مشابه كان ممكن ما يغضون النظر يتصير مشكلة علي هاي القصة صار بها خروقات؟ فساد ما أدري إيش لا ما صار بها خرق بقدر أنه صار إشكالية في وزارة التجارة مرة إحنا كنا واضعين آلية معينة أنه هذول الشركات اللي جهز العراق يعتمدون الضوابط اللي وضعناها في عملية تزديد المبلغ لا أن نطالبهم بشكل مباشر كحكومة عراقية روح أدفع لها القد في لام مكان لأن هذا في الحالة أنت فعلا أنت تقول للممو المتحدة أنه أنت تأخذ عشرة بالمئة خارج العقود وهذا مخالف لشروط نمو المتحدة فطلع تلكس مرة بالمناسبة طلع تلكس من وزارة التجارة إلى أحد الشركات من خلال البنك ماله يطالب بالعشرة بالمئة اللي قيمتها كانت بحدود 300 من التجارة وكان بوقتها أحد المدراء العامين الذكر يمكن أسامة اسمه 300 وكسر ألف دولار يعني هو موفد مبلغ كبير بس هذا التفت علي الجانب الأمريكي وفعلا حاله إلى مركز تقصي الحقائق في نيويورك أريد يشوفون هذا شنو الموضوع وهذا أثار ريبك يعني كبيرة جدا أنه شوفي ذول العراقيين يجلي سوون شنو هاي موضوع المبلغ هذا الإضافي اللي يمطالب به بس ما كانوا يعرفون تفاصيل ما تعاقب المدير العام بقدر أنه كان وزير التجارة اعتقد في وقتها أنه هذه إخفاقة من مصرف الرافدين وأنا كنت حاضر بالاجتماع وصار حوار شديد جدا أنا وياه وأثبتت للعكس لأنه كان يتوقع أنه المشروع كله رح يخرب وهذا المبلغ انكشف ومعناتها رح يترتب على العراق عقوبات فقلت له ساعات الوزير شوف هاي البرقية هاي برقية الغذائية مو برقيتنا احنا مو طرف بعملية ردك الوثيقة ايه فعندي الوثيقة وحتى هو كان دريد يطلع يعني يطلع من قاعة الاجتماع وكان مقتنع عنه الرافدين فوقفت بطريقة قلت له معي الوزير قال يعني شونه توقف بطريقة قلت له لا بس اقرأ البرقية أرجوك فقرأ البرقية فعلا تفاجأ من شاف الموقف أنه حاصل نتيجة خطأ من وزارة التجارة وبعدين تم معالجته يعني يعني غضوا النظر عنه هم يمكن الأمم المتحدة لأن هم كانوا كاشفين كل العمليات اللي تجري بالعراق يعني حتى على مستوى أنت اليوم دت أهل مصانع عراقية مو تمام مصانع قطاع خاص لا هي مصانع اسلاح ولا هي مصانع اثنيا أنت دتشيل جزء من عدها للكهرباء وهم دي يعرفون بعدين الأقمار الصناعية شغالة على العراق دخلوا وكلاء سماسرة على البطاقة التمونية يستفيدون هاي ما أعرف يعني ما إحنا نعرف أنه إحنا كنا نقعد في لجنة يعني بعض اللي حان بالأسبوع مرة أو مرتين وخصوصا لما يجي التقرير حتى الناقشة والمفردات المطلوبة شنية على المذكرة فهذا كان الاجتماعات تتكرر يعني يعني كان الله يذكره بالخير وزير التجارة أنا كنت أتفاجأ يشوفه يعني مدري ممكن 24 ساعة يداوم بالوزارة يعني شوقت ما أروح ألقي سيد الوزير مداوم لو كان يأخذ فلوس يعني محملة بالسيارات يشتري من الأردن فلوس عراقية نعم نعم صحيح صحيح وكان أكثر التجهيز عن طريق العقبة كان يجي التجهيز المواد الغذائية أغلبها فهذا اللي حصل يعني الأمور بهذا الشكل كنتوا تجيبون أممال خارج العراق تحولوها دولار يعني شنو أممال خارج العراق يعني أممال عراقية تجيبوها تحولوها بثل بالأردن بالدولار وترجعوها للعراق لا يعني أممال خارجية موجودة أممالنا من الداخل من الداخل لا هو كان الترتيب كالآتي لما بالألفين صار قرار السمارت بانشمان اللي هو العقوبات الذكية صار لجأ العراق في أن يستخدم اسلوب آخر وهو كان يتوقعون أنه الأمور يعني رح تنتهي أكيد رح تنتهي يعني الحصار ينتهي ويرجع البلد يتعافى ويرجع الظروف طبيعية فقال له خلي نسوي الطريقة التالية وهو نعتمد الآلية بالتعاقدات مع الشركات اللي تتعاونوا إيانا بنسمي الكاش عن ديليفري يعني سلم بلم هذا معناته ويصير التسليم على الحدود يعني إحنا شنسوي جهد الإمكان جيبوا عملة جيبوا عملة دولار اللي هي حساباتكم بره شو ما يتحقق لكم من فلوس جيبوها وفعلا إحنا كان يتحقق لنا فلوس من خلال العشرة بالمية كانت تتحقق لنا وكاننا نبيع سمنت أيضا وكانوا يقيدون نياب برافيدين عمان اشترطنا عليهم للتجار أنه يقيد برافيدين عمان وكان يتحقق أيضا من بعض البيوعات ما للمشتقات النفطية من خلال شركات كانت على أساس هي شركات خاصة بس هي شركات حكومية حتى ما يتأشر عليها وكانت هذه أيضا تودع المبالغ لحساب خزينة وزارة المالية فالمهم يعني كان بهذا الاتجاه فصار توجيه جيبوا هذا الدولار حتى إحنا نحتفظ به بالداخل لما يصير أزمة أو يصير علينا ضربة أو يمنعون يوقفون كل شي علينا وما يبقى أنه أي منفذ نقدر إحنا نتعامل بهذه الأموال بشكل مباشر بعمليات التجهيز طبعا هو في وقته يعني تبرا يمكن مقرار صائب أنه أنت العملة منتجيبها وتكتلها بخزانك مو صحيح يعني لأنه تتعرض بالعكس تتعرض للضرر أكثر اثنيا عملية تنقلها مرة ثانية لما ينفرج الأمور إلى حسابات خارجية هم رح تعاني من عدها ورح تدفع عليها رسوم وعمولات فاستخدموا هذا الأسلوب وكنا نلجأ إلى خاصة يعني كانوا الأخوان بالأردن كانوا متعاونين جدا في هذا المجال وكانوا يوفروننا عملة الدولار وكنا نجي نشحن إلى العراق كل فترة يروح يعني كل أسبوع يروح وفد الشي يتجمع عند رافدين عمان من مبالغ متحققة يعني يجيبون اللي يجيب عشرة واللي يجيب عشرين واللي يجيب خمسة واللي يجيب أربعة يجيبوهم بالسيارات يودوهن إلى بغداد نعم بصناديق وبالجمسيات وهذا أشراف يعني الحكومتين يعني من الحكومة الأردنية والحكومة العراقية وعلى سبيل المثال أيضا باللبنان حصل نفس الشي وحصل مع سوريا أيضا نفس الشي سوريا كانت متعاونة كانت متعاونة خصوصا بمرور الأموال من خلال لبنان إلى العراق باليمن شنو كنت تسوي الحقيقة تجربة اليمن أنا غادرت الآن قبل ما أروح لليمن شغلت منصب رئيس سكرتاريات تعويضات الممتحدة صار اختيار من قبل مجلس الوزراء علي بالإضافة إلى وظيفتي كوني مدير الدارة الدولية طلبوا من عندي أنه أكون من ضمن هذه اللجنة وكان رئيس اللجنة يعني أيضا هو أحمد حسين وزير المالية وكان صندوق تأسس سنة الواحد وتسعين في جنيف هذا الصندوق يتناغم مع الصندوق اللي ينفتح بالعراق لأغراض مناقشة طلبات ما للتعويضات يعني تعويضات الكويت تعويضات العمالة اللي موجودة المصريين تعويضات الدمار اللي تحقق على بعض الناس من خلال الاعتمادات أو ما شابه كثير من الأمور والملفات الكبيرة اشتغلت في هذا المجال كنت أبقى يعني لساعة داعش باثنائش بالليل احنا يوميا نشتغل في مجلس الوزراء ندقق هذه المستندات والوثائق حتى نقدم تقريرنا إلى الحكومة ومن عدها إلى وزير الخارجية وتبليغ الصندوق في وقتها بعدين الصندوق شبهة شبهة توقفت الإجراءات به لسبب أنه كان العراق الرأي أنه هذا موضوع التعويضات رح يصير مثل كرة الثلج احنا كلما نتفاوض وياهم وكلما نرد على رسائلهم ما معناه أنه احنا دنأيد الإجراءات اللي دا يتخذوها اعتراف بهذه الديون وفعلا هي الديون تراكمت بهذا الشكل يعني على العراق مبالغ كبيرة يعني حقيقة ما يحضرني يعني احنا بال91 من جوي حطوا الديون كانت بال400 مليار تقريبا ايه طبعا هذه من ضمنها اعتمادات ومن ضمنها تعويضات ومن ضمنها تعويضات ذول الناس اللي طالبوا لما حطوهم دروع بشرية كانوا من الخبراء الامريكان وطالبوا بالتعويض من الجانب العراقي في وقته وعوضهم الجانب العراقي بعدين يعني في زمن بعد ال2003 فالمهم بعد هذا التاريخ صار رأي أنه كان السفر إلى الخارج أو كموفد لإدارة أحد فروعنا الخارجية شنو أهمية فرع اليمن فرع اليمن انفتح ببداية الثمانينات وفتحها الأستاذ عدنان طيار في وقته كان هو فرع إقليمي أولا كان اليمن تذكر حضرتك من سواء مجلس التعاون العربي وهذه أحدى المبادرات وهو لتبادل التجارة وكان عندنا احنا جالي عراقية كبيرة من المدرسين والمعلمين وكان النفس الموجود هو أنه المخترب العراقي بره يبعث أموال الداخل يعني مو العكس العملية اللي تحصل حاليا فكانوا يبعثون وكانوا يشتغلون في وزا وكانت اليمن مستقرة يعني في هذا لغاية السنة الـ 94 من صار عندهم المشكلة ما بين اليمن الجنوبي والشمالي أنا بالـ 93 غادرت إلى اليمن بقيت أربع سنوات حقيقة رجعت بالـ 97 كمدير إقليمي لفرع اليمن هناك بادرنا مبادرة كانت رائعة جدا قلنا احنا كانوا يجون الأساتذة والمعلمين والمدرسين يترجون الرافدين يابا احنا نريد أن نبعث أموال الأهلنا بالعراق شلون احنا قلنا لهم يابا احنا الطريقة إذن يظهر اسم الرافدين في أي حوالة لازم أنت تتوسط أحد البنوك الأمريكية لأنه الموضوع يتعلق بالدولار فأحسن رح يصر علي حجز فلازم نجد وسيلة أخرى فسويت آلية أنا الحقيقة في صنعاء وكانت هي المبادرة الأولى وذكرتها جريدة الثورة في وقتها ويمكن مجلة ألف باء أيضا ذكرت هذه المبادرة سوينا ترتيب في أنه نجمع أموال هذول الناس وبدون ما ناخد حتى عمولة من عدن في وقتها بس أهم شي نساعد في أنه نزيد من الكتلة الدولارية في العراق حتى الناس واثنين أكوا عوائل كثيرة معتمدة على أبائهم وعلى أبنائهم وعلى أخوانهم أن يبعثوا لهم أموال فسوينا ترتيب في أنه هذه الأموال نوديها إلى أحد المصارف كاش المصارف العاملة في اليمن اللي ما عليها حضر يعني المصرف أجنبي وسوينا حساب وسيط لديهم وهذا المبلغ يحول إلى حسابه مع فرع اللي موجود بالأردن فيروح مدير الفرع بس باسم مدير الفرع بعمان فيروح مدير الفرع يستلم المبلغ مدير الفرع البنك ذاك نعم ياخذ المبلغ وين يحطه برافدين عمان رفتشوه؟ رافدين عمان رح يجمع المبلغ في صندوقه يقيد مقابيله من حسابه لدى الدائرة الدولية الدائرة الدولية عدها شعبة أسمه شعبة الحوالات الخارجية فيجون الناس المستفيدين من الحوالات يجون يستلمون بالعراق وكل فترة يبدي رافدين اللي قلت لك حضرتك أنه يجمع هذه القسم من المبالغ ويشحنها وين؟ إلى العراق لتعزيز السيولة النقدية الدولارية وهذا المشروع فات كثيرين وحتى رافدين صنعه عمل بشكل واسع ونشط وأستفاد كثيرا وكان حتى عنده أرصد مجمدة مع البنك المركزي وقدرنا نطلق جزء من عدها في حكم التعاون اللي بيننا وبينهم وبالرغم من هذا محتاجين حتى إلى تعزيز من بغداد لرئيس مال البنك أو لتعزيز السيولة أو ما شابه قضينا الأربع سنوات وحقق الفرع أرباح واستفادوا الجالية العراقية واللي كان عددها كبير جدا يعني كان كل محافظات اليمني بس مدير فرع بره عدك واسطة كان لازم انت شون طلعواك بره؟ لا هي مو مسألة واسطة هو تسلسل وظيفي أنا درجتي كانت مدير بالحصار مدير مصرف باليمن ايه يعني لا مثلي حتى اللي طلعوا مثلا طلعوا للأردن أو راحوا للقاهرة أو اللي راح للبحرين أو لأبوظبي تقريبا احنا كنا بمستوى واحد بعدين العمر يعني لو تقارنا كنا يعني مو صغار احنا حاليا معمرنا جميل كانت تجربة ممتعة باليمن أكيد طبعا لأنه صاد فتهم فترة حرب حرب بين الشمال والجنوب وهذه هم من المفارقات اللي كانت مهمة جدا لما صنعائد من قصفة بالصواريخ البنوك صدر قرار البنق المركزي يعني سدوا أبوابكم احنا كرافدين كان عندنا التزامات مع المستفيدين من الحوالات وهذول المساكين إذا أنت ما استلمهم حوالاتهم معناتها يظلون بلا أكل يعني ما عندهم وناسة تريد تدزل أهلها واللي يريد يسافر واللي لأن صارت ضجة بالمدينة احنا بقينا فاتحين الاتصالات انقطعت مع العراق ما عندنا غير السفارة وعدهم نوع من الأجهزة ليتصلوا فالشيء بالشيء يذكر يعني حاولت أتصل برافيدين عمان أنه أبلغ العراقي أنه يا بشو موقفنا شو نسوي احنا نسكر نسد البنق نبقى فاتحين أريد قرار من بغداد المعلومة انتقلت إلى بغداد بطريقة مغايرة راحت إلى وزير المالية أنه مدير فرع صنعاء قرر يسد الفرع بسبب الحرب وإحنا مارع علينا حروب المفروض ما ندير بال يعني جنود منه كان الوزير كان الوزير هو أحمد حسين موجود هاي بعد بالأربعة وتسعين يعني ما صار لي سنة كتب هامش قال يظهر أن مدير الفرع قد اتخذ قرارا سياسيا بمفرده يعني تقديم الملف زين والتحقق من ذلك لغرض إعادته أنا بنفس اليوم كنت يم السيد السفير كان دكتور محسن خليل الله يرحمه فرحت أنا قلت له والله يخلي أريد اتصال مع بغداد أريد أوصل بأي طريقة قال إيه عدنا تأليفون إحنا نخابر فخابرنا على الإدارة العامة كان لست ضياء الخيون موجود قال هاي شنو صايرة هاي المشكلة مادي شنو قلت له ايه مشكلة إحنا بالعكس إحنا البنق الوحيد مفتحين كل البنوكسة عزلت قال شلون هاي المعلومة جتنا بهالطريقة قلت له لا ماكوش شي قلت له هاي هذا نص المذكرة وبعثت آني بالفاكس على فراء عمان فرح بلغ لسيد الوزير في وقته سيد الوزير يعني ضحك قال أنا أنا هذا الشخص أعرفه يعني ما معقوله يسد الفراء فلما انتهت الحرب كان اجتماع في البنق المركزي اليمني البنق المركزي محافظة البنق المركزي اليمني قدم شكرة وتقديرة إلى الرافدين حصرا وبشيء مسجل يعني بوثيقة زائدا يعني تلفزيونيا كان مسجل فأنا سويت حطيت الوثيقة الشكر والتقدير وحطيت الكاسيت ما للفيديو ودزيتها إلى بغداد حتى على قد يتأكدون أنه إحنا كنا المصرف الوحيد اللي فاتح على العكس من ما نقلت المعلومة يعني هاي قبل الحرب الأخيرة حرب الاحتلال اتخذت الدولة اجراءات لحماية المال العراقي من النهيب اللي حصل حقيقة احنا كل فترة كان يجينا قرار يعني من سنة الـ 98 والـ 99 والـ 2000 دائما يجينا قرار رتبوا أوضاعكم إخلاء يعني بهال بهالمعنى هذه معلومات الحاسبات ما شابه حطوا بالخزائن رتبوا الوثائق بس الحقيقة احنا اتفاجئنا يعني بالحرب ما الـ 2003 قبلها ومع العلم هم وديوا عرفون ما جاكم شي ما اجانا توجيه بس احنا اخذنا إجراءات أبدا من الدولة ما اجانا توجيه بالإخلال أبدا وهذه مفاجئة كانت ولا الحفاظ ولا الحفاظ الأموال محفوظة بالخزائن يعني أموال محفوظة بالخزائن ممكن اقتحام الخزائن لهم الخزائن مال شارع المصارف لا يمكن اختراقها لأن كلها خزائن شاب قديمة اللي هي مال الشركة المجليزية وما اخترقوها فعلا ما قدروا يخترق حاولوا يفجرون وحاولوا يسوون وين بالمصارف بشارع المصارف ودخلوا على البنق المركزي أيضا بشيكوا مصارف مباقت ها اللي مباق منه البنق المركزي كان عنده هذا كاونتر التسليم يعني يسلم دينار عراقي هذي يسموها مثل شون الخزن اللي بالمقدمة مو الخزين مو الخزين الاستراتيجي لا هاي هذي كانت أثناء التسليم فدخلوا عليها وشوفوا انت بالأفلام من طلعت الأموال المتشرة بالأرض بالعشر تلاف واللي حصل أيضا حصل في فروع الرافدين والرشيد اللي هي مو بشارع المصارف كانت في بنايات مثلا تخصي شارع المصارف شارع الرشيد شارع الرشيد نعم اللي هو الدخلة ما هذا كل المصارف كانت هناك أغلبها اللي اخترقت الفروع اللي بال يعني بغداد وقسم بالمحافظات أيضا وبغداد كان أكو كم فرع بدولار وقدرت بعدين القوات الأمريكية تلحق على جزء عدك تصورة على المبلغ المباك من المصارف بس المبلغ اللي أعتقد بحدود الأربعمية يمكن أربعمية مليون عراقي لا دولار دولار يعني أنت تدري حضرتك لما لما صار الاحتلال البلد سلم إلى من سلم إلى الأمريكان طبعا اثنين الأجهزة الأمنية من شرطة وجيش انسحبوا كلهم من الشوارع ما ظل أحد بقت هاي المؤسسات وليس فقط مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد كثير من المصانع والمؤسسات المالية المهمة وزارة المالية وزارة التخطيط كثير كلها اخترقت لأن ماكو حماية عليها صح وهي المفروض كان يحموها يحميها الاحتلال ما حموه بس وزارة النفر يعني ما حموه فلذلك اخترقت بعدين بعدين بعد فترة اجدت القوات الأمريكية تواجدت بعد خراب المصرة تواجدت في شارع المصارف يعني أنا اللي جيت على دائرتي لقيتها دائرتي أغلبها محروقة والوثائق محروقة وأكثرها وقسم وثائق وشهادات تتعلق بالتاريخ المصرفي لمصرف الرافدين وهي كانت مهمة يعني يعني فد أرشيف جميل جدا هو تاريخ نحترك كله ظلت على وثائق يعني عدنا حلقة ثالثة إذن أستاذ باسم إن شاء الله شهادة أخرى محطات أخرى ملفات أخرى مواضيع أخرى في حلقة اللاحقة إن شاء الله مشاهدي الكرام انتظرونا في حلقة ثالثة مع الأستاذ باسم كمال مهدي المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته